جندت مؤسسة النظافة لولاية جزائر الناتكوم 422370 شاحنة للقيام بـ 350 دورية يومي عيد الفترة المباركة بغية توفير الصوبة للراحة للعائلات الجزائرية التي تقبل بهذه المناسبة على تنظيم زيارات للاقارب وللاماكن العامة وأوضحت رئيسة قسم الاتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية جزائر الناتكوم نسيمة يقوبي في تصريح لوكلة الأنباء الجزائرية أن مصالحها عمدت لرفع وطيرة نشاط يومي يقول عيد الفترة بالتركيز على الأماكن العامة والمنتزهات وأماكن الترفيه التي تعرف إقبالا واسعا من طرف الزوار سيما متزهة صابلات وحديقة الحمى وكذا حديقة بن عكنوني لجانب الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة كساحة الشهداء والبريد المركزي